بيكون هما بيستنكروا أي ثقافة جديدة وأي فكرة جديدة في مراحل متقدمة ممكن يوصل الموضوع لإطراب اليوم رح نحكي عن إطراب غير مألوف بيعاني منه المريض بأفكار أو معتقدات معينة راسخة ولا يمكن زعزعتها عنده بوصل لمرحلة لا يمكن أنه يتقبل حدا يخطئ أو يغلط المعلومة أو الفكرة اللي براسه الإطراب هو الإطراب التوهمي أو الوهمي حسب ما بيسميه البعض اليوم معنا ليث عدوه أخصائي نفسي رح يحكي لنا أكثر عن هذا الإطراب أنواعه وأعراضه بشكل عام يسعد صباحك لي صباح الورد يسعد صباحك لي يسعد صباحكم يا هادي يعني إحنا هذا الموضوع هو شائك وموجود صرنا مشوفه في حياتنا العامة إلا ما تقابل شخص تصادفه تتشاحن انتويا تتعارض انتويا بالآراء ويكون متشبث في رأيه ومصرع له وإذا حاولت أنك أنت تناقشه أو تفاوضه في النقاش بيشن عليك حرب اليوم معنا نحكي عن إيش اسمه الإطراب الوهمي بداية إيش هو الإطراب الوهمي يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة وشكرا على هذا الموضوع المهم فعلا نحكي فيه الإطراب التوهمي أو الإطراب الوهمي هو إطراب من الإطرابات الذهنية الشديدة وليس إطراب بسيط يعني هو حاليا يصنف على حسب التصنيفات العالمية ضمن ما يسمى بطيف الفصام فهو من الدرجات المتدنية في طيف الفصام لكن هذا اضطراب شديد ومثل ما عرفت سدالي هون أنه هو عبارة عن false fixed irrational belief يعني معتقدات ثابتة خاطئة وغير مبررة يعني لو أنت طلبت منه تبرير لهذا المعتقد اللي هو بحكي فيه ما في عنده أي تبرير طبعا هنا ننقسم لعدة أنواع من هذه الأوهام خلينا نسميها هي حوالي سبع أنواع أشهرها وأكثرها شهرة اللي هو اضطراب وهم العظمة الأشخاص اللي بيكون بيعتقد بأنه هو شخص محور الكون وخارج عن المألوف نوع ثاني معروف أيضا وشهير جدا اللي هو وهم الاضطهاد الأشخاص اللي بيعتبروا أنه الكل بيعمل عليهم مؤامرة أو أنهم محتهدين وهو ضحية من الآخرين من الأنواع غير المألوفة أو حتى المألوفة ما بيقدر نحكي اللي هو وهم الغيرة المرضية اللي بيوصل لمستويات معينة بعيق حياة الأشخاص اللي حواليه بسبب الغيرة اللي موجودة عنده أو عندها أيضا عندنا أنواع أخرى مثل يعني أنواع غير مشهورة في شيء يسمى بالوهم الشبقي فيما يسمى بوهم اللي هو وهم العدم أشخاص بيعتقدوا أنهم غير موجودين أو جزء من جزءهم غير موجود وهم جسدي وأنواع أخرى مختلفة غالبا ما بيجي نوع واحد بيجي ميكس غالبا بيجي ميكس يعني بيكون في عنده عدة أوهام ومعتقدات موجودة حكيت هلأ هي في أغلب المعتقدات هاي بتكون غير مبررة يعني عنده جنون العظمة بس هو ما في عنده شي يفتخر فيه عنده غيرة على الطرف الثاني مثلا للشريك بس ما في مبررات لهذه الغيرة أو شكوك معينة صحيح؟ صحيح صحيح الآن إذا كان في مبررات بتبطل بنطلع من موضوع الاضطراب طب ما هو أسبابه؟ هلأ في حال الشخص هذا ما في عنده أسباب أنه يعتقد هاي المعتقدات شو السبب يخليه يعتقد هذا الاعتقد؟ جميل إحنا لما بنحكي عن الأسباب بنحكي عن اتجاهين في الأسباب بنحكي عن جانب بيولوجي وبنحكي عن جانب اجتماعي بيئي البيئة كيف ربت عند هذا الشخص فغالبا هذول الأشخاص بيكون يجتمع عندهم الجانبين مع بعض لحتى يتطور عنده هذا الاضطراب الجانب البيولوجي أو الوراثي أنه أشخاص عنده حدا من عائلته عنده نفس الاضطراب أو عنده اضطراب الفصام أو اضطراب البيبولر اللي هو ثنائي القطب أو اضطرابات أخرى لكن هاي الأكثر شيوعاً اللي بيطوروا هذا الاضطراب الجانب البيئي هو تنشئ خاطئة فيها عنف فيها عدم اهتمام عدم اكتراث أو على الجانب الآخر فيها مبالغة في الاهتمام فيها مبالغة في الحماية فيها مبالغة في الدلع فالجانبين بيصنعوا نفس القضية الآن تكون عند الشخص الجانبين مع بعض اللي هو الجانب الوراثي مع الجانب البيئي البيئة غير السليمة مع الوراثة غير السليمة بصير احتمالية الإصابة بهذا الاضطراب هي 75% نعم جميل جداً إذا كانت البيئة سليمة ممكن تقلل من فرص الإصابة حتى لو كان في وراثة وإذا كانت الوراثة سليمة برضو بتقلل من فرص الإصابة حتى لو كانت البيئة غير سليمة لكن اذا اجتمعوا التنين الاحتمال ليه جداً كبيراً نعم طيب احنا اليوم عم نعيش بعالم منفتح عم نعيش احنا عنا تسارع جداً كبير صار في عين نواعي عندي الجميع صار في متناول يديه يشخص ويعرف ويشوف ويسمع حتى بالنسبة لهذا المواضيع احنا بالآون الأخيرة صارت الناس كلية مهتمة موضوع اللايف كوتشينج علم النفس مهتمة في هاي الأمور اللي ما كانت تعرفها وكانت تجهلها اليوم كيف بقدر أنا أميز الشخص اللي عنده شوفة الحال أو خليني أحكيها اللي هو شايف جنون العظمة وبين الشخص اللي عنده شخصية قوية وإنسان واثق من نفسه كيف بإمكاني أفصل أنا بين الشخص اللي غيرته طبيعية والشخص اللي غيرته مبالغ فيها كيف إني أنا بإمكاني ما أصطدم معهم وأدخل معهم بهاي المهاترات كاملة طيب صديقي أحكي لك شغلة إحنا كل ما زادت ثقة الإنسان بنفسه كل ما زادت تواضعا صحيح مية بالمية الوضع المثالي أنه أنت لما بتروح بتشوف موظف جديد في مكان معين بيكون معتبر حاله أنه هو التوب بتروح لمديره ومش مديره هو المدير العام في مؤسسته بتجده كثير متواضع وبسيط وودود بيتعامل معك بأغلب الحالات احنا بنحكي بالحالات الطبيعية بالضبط فإحنا كبشر كل ما زادت ثقتنا بنفسنا وكل ما زادت تقديرنا لذاتنا كل ما زدنا تواضع كل ما زدنا قربا من الناس اللي حوالينا هذا الوضع الطبيعي أما الشخص اللي بيتجه منحة آخر معناته يعرف أنه فيه مشكلة هلا شو هي المشكلة ما بنقدر نحددها على الهوى ممكن تكون فعلا اضطراب توهمي ممكن تكون شخصية مضطربة يعني عنده اضطراب بالشخصية ممكن تكون مشكلات أخرى فهي نقطة مهمة النقطة الثانية المهمة اللي هو هل هذا الشخص اللي بيتحدث عن نفسه عنده الستوري عنده القصة اللي يحكي فيها عن حاله يعني أنا شخص يجي يحكي لي عن حاله أنه أنا طبقت عملت عملت سويت شو عملت يعني هل في دليل هل في مبرر هل في الظفر فيه أشياء موجودة عرض الراقر إذا فيه دليل نفس الشيء بالنسبة لموضوع الغيرة والله واحدة مسكنا سوري مسكة جوزة عدة مرات في محاولة للدخول في علاقات نيجي نحكي له أنت عندك غيرة مرضية يعني حتى لو طورت غيرة شديدة عندها ما منقدر نحكي له أنه عندك غيرة مرضية لأنه فيه دليل معها حق صحيح طب ليت هلأ هلأ أكيد فيه مراحل ممكن فيه مرحلة ممكن تكون مش مكشوفة فيه مراحل بتكون متقدمة كيف ممكن إحنا في حال اكتشفنا أنه فيه هذا الشخص عنده هذا الاضطراب بس لساته في المرحلة الأولى كيف ممكن إحنا نعالجه من البداية حتى ما تتقدم معه الحالة وزي ما حكيت أنت في بعض الأوقات ممكن يوصل لفصام طبعا فكيف ممكن إحنا نعالج من البداية طيب اللي بدنا نحكيه إنه شو الفارق أول شيء ما بين الحالات اللي بحاجة علاج والحالات اللي مش بحاجة علاج أوكي الفارق هو إنه هل تعطلت حياة الإنسان بسبب هذا الاضطراب ولا ما تعطلت يعني الأوهام اللي عنده أثرت على علاقته الزوجية مثلا أو علاقتها الزوجية أثرت على علاقتها من الاجتماعية مع الناس بطل ويروحوا ويجوا ونسحبوا اجتماعيا أثرت على العمل أثرت على الجانب الأكاديمي بشكل واضح وملحوظ من الآخرين الآن إذا صارت هاي التأثيرات الثلاثة على الثلاثة جوانب واضحة معناته إحنا بنحكي عن حالة بحاجة معالجة أما إذا ما كان فيه تأثير واضح على أحد هاي الجوانب الثلاثة معناته هو مش بحاجة معالجة ممكن يكون بحاجة دعم ممكن يكون بحاجة وقاية كيف بتصير الوقاية؟ تصير الوقاية من خلال أنه أول شيء يتوجه لمعالجين لأخصائيين فاهمين بهذا الإطار بيقدروا يساعدوا أنه يكون خللي نحكي أدوات تكيف أسليب تكيف لحتى ما يوصل لأعراض شديدة ممكن أنه يتوجه لأصدقاء لزملاء بيعملوا وهي نقطة هاي أساسية ومركزية هي بالموضوع احنا بنسميه بالإنجليزي بس بالعربي يعني بحاول نلاقي له مشروعية المشائر من حقك أنه أنا بدي أحكي لحدا يسمعني وما يحكم علي ما يعطيني حكم أنه مسبق أنه أنت مريض أنت سيئ أنت روح كل شغلة ما أحكي له بصير كل ما أعمل شغلة يجي أحكي لي لأنه أنت مريض نفسي لأنه أنت عندك مشكلة مش عارف إيش أنا بدي حدا هي التوكيداتي اللي مرت بيكون سلبية أنا بأكد عليك أنه أنت عندك هذا الشيء يس هي نقطة منها بس مش بس هي لحالة حتى فكرة أنه أنا بدي يعني بدي أشعر بأنه أنا من حقي أحكي نعم وبيدي يعني ليش إحنا الآن بنتوجه لأنه نطلع الموضوع لكن ليش إحنا بنتوجه للحكي على اللي هو بيسموه البلايند مع حدا على السوشيال ميديا ما بيعرفني ولا بيعرفه لأنا ما بدأ نسمع أحكام لأنه خلاص بدي أحكي لحدا بعد ما أخلص أسكر يروح هو حاله وينسى الموضوع وينسى الموضوع بس أنا بدي أحكي فعني بحاجة أني أحكي وحدا يتقبلني زي ما أنا الآن إذا حدا تقبلني زي ما أنا هذا الشي بيساعدني على إني أبلش يصير عندي نعمل الاستبصار الداخلي والاستبصار وبيساعدني على إني أتقبل فكرة أنه ممكن الإشي اللي بحكي فيه يكون خطأ نعم إذا وصلت لمرحلة أنه ممكن أتقبل معناته أنا بعالج نفسي بنفسي هلأ ممكن الأشخاص المحطين يصيروا في صراع أنه لازم نوقفوا عند حده علشان ما يكمل مع الموضوع أو ما يتفاقم مع الموضوع وفي حال أنه ممكن إحنا إذا مشينا معه نعم فشو الحل؟ نتصادم معهم؟ نواعيهم؟ نفتح عيونهم على مشكلتهم؟ ولا؟ لأ نسايرهم يعني أنا بتخيل هو أداش الموضوع مؤرق للشخص نفسه طبعا ومتعب أكيد وبيأثر على حياته بس برضو هم متعب للأشخاص اللي حوالي للعائلة طبعا فكيف يمكن الأشخاص اللي حوالي المقربين يتعاملوا مع هؤلاء الأشخاص؟ يعني مثلا إحنا مرات عشان أبسط السؤال مرات الواحد مريض الكانسر بتحب تعطيه أنت دافع أنك أنت بتقدر بتساوي بتقدر تواجه بتقدر هاي الأشياء هل بهذا المرض نقدر إحنا نواجه بهذا الموضوع وإحنا نحكي له بتقدر وبتساوي بتعمل نرفع من معلوياته نعطيه أنه الموضوع جدا طبيعي وبسيط وإلا هل هذا الموضوع بحاجة لعناية خاصة في هذا الاشياء؟ طبعا هو بحاجة لعناية خاصة بس هذا لا ينفي أنه أهمية التشجيع من الناس المقربين أحيانا بيجيك حدا أنت بتحكي له المعلومة بتعطيه إجابة لكن هو ما بيتقبل الإجابة اللي منك ليش؟ لأنك أنت مقرب شو ما حكيت له بس لو روح يسمعها من حدا غريب بالنسبة له هاي مسلمة صح فأشخاص كثير بيجون للعيادة لما منشتغل معهم مش عشان أنه والله إحنا أحسن من غيرنا أو منعطيهم إشي جديد إضافي لا بس أنا سمعتها من أخصائي فمدام أنا سمعتها من أخصائي معناته هي صحيحة لما بيجي حد يحكي لك أنه أنت مريض وبتروح تسمعها من طبيب بيقول لك آه أنت مريض خلاص بتسدك بس لما ما يعني ما يكون طبيب خلاص تعتبرها انتقاد تعتبرها انتقاد بالضبط مية بالمية ففعليا لا هاي إشكالية وبتستحق أنه يعادل النظر فيها لكن المهم في الموضوع أنه إحنا موضوعين اللي هم موضوع الأوارنس أو التوعية ضد الوصمة الاجتماعية بأنه هذا الاضطراب ممكن يعني يكون زيه زي السكر زي الضغط زي السرطان زي أي اضطراب آخر وبجوز يكون أخف منه حتى فالأهل يتقبلوا فكرة أنه قاعدنا نروح من البداية مثل ما حكد زميلتنا أنا أول ما تبلش المؤشرات الأولى بروح ما باستنى لما تستفحل المشكلة وتصير يعني ما في منها رجعة وبيدي أدوية وبيدي مراكز وبيدي كذا النوع الثاني واللي هو مهم جدا واللي هو بلش جديد بالأردن نهتم فيه أكثر هو أنه نشتغل على الأسرة كأسرة مش على الشخص مش على الفرد لأنه أنا بدي يطلع من عندي من العيادة بدي يرجع على الأسرة لأن الأسرة ما كانت متفهمة وعارفة كيف بدي تتعامل حالصادي ما استفاد هي الحاضنة والمحيطة نعم طيب أنا بدي أعرج من هذا المنطلق والكلام اللي أنت حكيته لأنه جدا مهم وأسألك إحنا اليوم قديش بيحاجة لنعمل عبارة عن وعي للناس عن الصحة النفسية وعن الإطراب النفسي قديش مهم إحنا حتى كل الأسر سواء كانت أسرة صحية سليمة ما تشوبها أي شائبة أو حتى أسرة يوجد شخص أو شخصين فيها عنده إطرابات قديش أنا مهم المجتمع كامل يصير عنده توعية للصحة النفسية شكرا كثير على هذا السؤال واللي هو بيتزامن حاليا الشهر هذا اعتبروه هو شهر التوعية ضد الوصمة ضد الإطراب النفسي فحاليا يعني كثير من الأطباء والأخصيين النفسيين العرب وليس على مستوى الأردن بيشتغلوا على هذا الموضوع وتقريبا أغلب البوستات اللي بتنزل على الصفحات الرسمية وغير الرسمية للأخصيين والأطباء هي موجهة نحو موضوع تخفيف الصدمة الوصمة آسر المحيطة بالإطراب النفسي هلأ الآن إحنا موضوع الوعي كثير مهم كثير مهم وأساسي بالنسبة لنا وإحنا يعني خلينا نحكي كمجتمع كلهاتنا شركاء فيه بجوز أنت مثلا عندك منبر إعلامي بتقدر تحكي منه أنا بجوز عندي عيادة عندي مركز عندي مجال معينة كل واحد من مكانه عندي جامعة يعني كل حدا من مكانه بقدر أنا لو على أهل بيتي الأسرة اللي أنا موجود فيها أعطي رأيي مخالف حتى لو ما أقنعتهم برأيي بس على الأقل بثير عندهم التفكير بأنه ممكن احتمال صحيح أغلب الناس بيجونا اليوم على المركز أو عنا بيحكو لنا أنه إحنا عمرنا ما اقتنعنا بالإضطراب النفسي عمرنا ما فكرنا بأنه ممكن يكون في شيء زي هيك إلا لما صار عند أخوي أو صار عند ابني أو صار عند بنتي أو صار عند كذا ليش بتوصل لهذه المرحلة لأنه أول شيء بدنا نحط اللوم على حالنا إحنا مقصرين بالدرجة الأولى في موضوع التوعية والوصول للأشخاص هدول كأطباء كأطباء وأخصائيين بالدرجة الأولى إحنا مقصرين بلشنا نوعة أكثر لموضوع التوعية النقطة الثانية برضو مقصرين بأنه إحنا ما منطور من حالنا في جزء مننا ما بطور من حاله والحمد لله إحنا الأردن منعتبر حالنا من الدول المتطورة في هذا المجال واللي بلشت تعمل يعني شغل حلو فبرضو يعني خلينا نبلش بأنه انتقاد نقد ذاتي لحتى نتطور النقطة الثانية بأنه الموضوع الوصمة ضد الاضطراب النفسي هي عالمية وليست محلية يعني بأميركا بأوروبا بالدول اللي مفروض قطعوا شرط كبير عندهم لسه وصمة ضد بعض الاضطرابات النفسية وفيه اللي هي يعني الإشارة بأنه هذا الشخص مريض نفسي أو مش مريض يعني أنا السؤال هذا اللي دايما أنا بأستير وبحب دايما أسأله عدد من أخذ إحنا تقبلنا مرض يعني مرض السرطان نتقبلنا أمراض كثيرة منها خبيثة ومنها حميدة ومتعاملنا معها بكل روح رياضية ليش إحنا بالذات المرض النفسي أو الصح النفسي متعامل معه إذا حدا قال لك راجع دكتور نفساني أنا مش مجنون بتصير عنده رهاب من هذا الموضوع ليش هذا الإشي بصير عندنا إحنا اليوم ميزين شو السبب هلأ هي فكرة أنه ارتبط الموضوع أولي شيء مصطلح مرضه ومش مصطلح صحيح بدرجة الأولى أحنا نحن 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 اضطراب نفسي اضطراب يعني لسه لا نعرف شو سابه لسه هاي في ناس تفهمها كارثة أكثر لا حتى نحن نحن لحكي لك لسه مرض أخف اضطراب معنات و أنا فهنا أحب أنك ونحن نوضح ونبسط المعلوم ويفهموها الناس عشان نحن نفهم أنه هذا الإشي جداً مهم وأساسي زي ما أنت بتهتم بصحتك البدنية مهمة جداً الصحة نفسية جدا مهمة 100% هي مهمة جدا وموضوع المصطلحات الاجتماعية والمصطلحات الإعلامية اللي أحيانا بتكون صحيحة وأحيانا ما بتكون صحيحة لكن حتى الصحيحة منها مرات تقدم بطريقة خاطئة يعني ما رح نحكي هلأ يعني بالاسم لكن في جهات إعلامية معينة بتحسها كأنها يعني موجهة ضد العلاج وضد الاضطراب النفسي سواء على منابر قنوات أو حتى اللي هي السوشيال ميديا وللأسف الشديد هذول الأشخاص اللي يعني صاروا هلأ كل واحد على يولي الزميل صحفي بيحكي أنه احنا كنا زمان في الأردن 900 صحفي الآن عنا 9 مليون صحفي بالأردن كل واحد صار بيقدر ينزل وبيقدر يعمل اللي بدون أي نوع من الرقابة فللأسف الشديد هاي بتعمل إشكالية يعني احنا كل ما منتطور ومنعمل توعية بذكر أحد البرامج اللي عملناها على قناة معروفة هون بالأردن الست اللي كانت موجودة معنا كان عندها اضطراب لو تشوف صفحات الفيسبوك كيف أنه روحي وانتي كذا وانتي كذا والإساءات اللي تعرضت لها التنمر اللي تعرضت له لأنها عرضت مشكلتها وعرضت الشيء اللي هي مرت فيه بشفافية وبموضوعية بدون ما تألف يعني هي كانت جدا موضوعية فإحنا المجتمع لسه بحاجة أنه يوعى وإحنا بأمانة بأمانة يعني بتمنى بتمنى إن شاء الله المجتمع يوعى بدون ما ينحط بظرف أنه يجبر على أنه يوعى أنا بحكي لك أن أغلب الناس اللي وعيت وعيت لأنه صار عندهم حدا عنده اضطراب نفسي أو مشكلة نفسية فما بتمنى لأي حدا أن يصير عنده اضطراب لحتى يوعى يعني ليس الموضوع جدا مهم وزي ما حكينا إحنا الصحة النفسية هي من أهم الأشياء أو دائما بنحكي إحنا الجسم السليم في العقل السليم فلازم نوعاله أكتر إحنا ولازم دائما نتأكد إحنا أنه بس مش دور الشخص نفسه دور كل الأشخاص اللي حواليه يساعدوا في العلاج شكرا لك نورتنا اليوم نعطيك ألف عافية كل شكرا لك لأيك ونتمنى أنه هاي الرسالة دائما توصل للناس تتوعى أكثر وأكثر إن شاء الله شكرا لك نعطيك ألف عافية بدنا إياك هي مبادرة أردنية شبابية رح نتعرف عليها أكثر مع مؤسسة محمد زرقيا بس بعد هذا الفاصل خليكم معنا